أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن إنشاء وتنظيم الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وبموجب هذا المرسوم بقانون تنشأ دائرة للشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة تسمى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها وتتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة هذا وتهدف الدائرة إلى الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة تعزيز المبادئ القانونية والمنظومة التشريعية المتكاملة والعمل على ضمان التطبيق الأمثل لحكم القانون وقواعد العدالة دعما ومواكبة لتطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات